موسيقى مشاهدين الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم هذه الشروق نيوز وهذا كلام مباشر في العدد الافتتاحي لهذا الأسبوع أحداث كثيرة وأخبار كثيرة وقضايا كثيرة سنقف عندها بالتحليل والنقاش بسرح نبدأ بالبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل الساعات تحديدا الجمعة في ساعة متأخرة ويتعلق بالحريات الدينية في العالم تعرفون أمريكا تريد أن تحكم العالم وتهيمن ويتفعل كل شيء من أجل أن لا تفقد هذه الهيملة ويحق لها ما لا يحق لغيرها من وجهة نظر الرعي البقر الأمريكي أنه يصدر أحكاما وتقاريرا وبيانات يقيس بها درجة الحريات والديمقراطية في مسائل كثيرة وفي مجالات كثيرة بينها المجال الديني فصدر هذا التقرير عن الحريات الدينية نقرأ مثلا في جريدة القدس العربي أنه بشكل مفاجئ أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة الدول المراقبة والتي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية في موقف ينتظر أن يتسبب في ردة فعل من الخارجية الجزائرية التي سبق لها الاحتجاج في السنوات الماضية على مثل هذه التصنيفات يعني كل سنة يصدرون تقريرا كل سنة يقولون نفس الشيء وكل موجودة بنص القانون ولكن أماكن العبادة المرخصة من طرف الدولة والمعروفة من طرف الجهات الأمنية والدولة وليس من طرفي وليس أماكن العبادة التي تفتح في فيلات في مستودعات في جهات معينة بدون أن يعرف لها لا من هو صاحبها ولا من يتردد عليها ولا من يعمل فيها أيضا كان هناك ملاحظة مهمة أو تستوقف أن نتوقف عندها وهي بخصوص اليهودية يقول التقرير اللافت في تقرير السنوات الأخيرة الحديث أيضا عن نظرة المجتمع الجزائري لليهود وتقديم ملاحظات عن معادات السامية هذه هي المشكلة من وجهة نظر الأمريكان يعني ما اختلف عنه في السنوات السابقة وهذه السنة هو موجة التطبيع المنتشرة في المنطقة فلو قابلنا بالأحضان أبناء العم وقلنا أننا من ديانة واحدة والاتفاقيات الأبرهام التي أجريت مع بعض الدول لكانت الجزائر من أحسن الدول ونموذجا مشرفا في حقوق الإنسان والحريات الدينية والفردية ولكن لأنه مازال باعتراف أمريكا الجزائري ينظر إلى اليهودي نظرة ريبة ومثل ما يقول شيوخنا وعلمائنا المشكلة ليست مع اليهودية كديانة وإنما مع الصهيونية كمعتقد سياسي وكأسلوب يحاول أن يقسل آخر أن يحتل فلسطين التي تعتبر بالنسبة لنا كمسلمين وحتى بالنسبة للمسيحيين فيها مقدسات كثيرة ولكن دائما كان هذا بالنسبة للبعض كلاما وفقط يتردد أو حبر على ورق الجزائر قالت لا هذا التزام وليس كلام يعني كما نقوله إحنا الجزائر مع فلسطين فالجزائر مع فلسطين بالفعل والقولي وليس فقط بالقول ثم من التحت للتحت في الجلسات السرية والأماكن المغلقة والتقارير الرسمية حتى يرضى عني العمسام ويرضى عني الغرب وأوروبا أفاوض على حقوقي أو أفاوض في حقوقا أنا أصلا لا أمتلكها فنظرة المجتمع الجزائري لليهود هذا ما يزعج الأمريكان هذا ما يزعج العمسام وكاين أيضا الإجراءات يقول لك لماذا تجبرون المسيحيين الذين أو المسلمين الذين يغيرون دينهم أو تقمعونهم أو تبحثون عنهم رغم أنه كاين دستور وكاين مواد قانونية تتعامل مع كل الحالات تماما مثل ما كاين تعامل مع غير المسلمين الذين يدخلون إلى الإسلام مش غير واحد يدخل الإسلام إنما هناك شروط دينية يقف عليها الإمام وهناك شروط قانونية يقف عليها تقف عليها مديريات شؤون الدينية باش يعطوها الرخصة ويروح يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في المسجد ويبارك المسلمون دخوله المسجد كأخ جديد تشرف هو بالإسلام وليس الإسلام الذي تشرف به فالمسألة في غاية الأهمية والخطورة أنه في هذا الضرف البعض يريد أن يحدث اختراقا في الجدار الوطني عن طريق الحريات الدينية يقول لك أنتم لا تحترمون الأديان رغم أن الإسلام واضح في احترام الآخر ورغم أن الدستور الجزائري واضح ما نقولوش المدينة الفاضلة كاين أخطأ وكاين أمور ربما يجب أن تراجع ولكن تراجع داخليا في نقاش وطني بيناتنا وليس بإملاءات خارجية وأوامر من هنا وهناك من وراء البحار فالمسألة كما قلت في غاية الخطورة وما قطر نموذج القطري ليس ببعيد نظموا كاس العالم كيف لبلد عربي مسلم أن ينظم كاس العالم ويرتبط اسمه بحدث كروي عالمي فيتعرف غير المسلمين على هذا البلد بثقافته بدينه بحضارته بانتمائه وكأن المسلمين ليس من حقهم أن ينجحوا عالميا مع الاحتفاظ بهويتهم ودينهم وتراتهم نناقش هذه المسألة مع الأستاذ نجيب بيطام المحامي والخبير القانوني معنا عبر الهاتف أستاذ بيطام مساء الخير مرحبا بك مساء الخير أن وساء أستاذ قدر هذا التقرير لا يبدو جديدا أستاذ بيطام فيما يتعلق بالحريات الدينية دائما الخارجية الأمريكية تقيم هذه الحريات في كثير من الدول الجزائر الآن موضوعة في لائحة الدول التي تخضع للرقابة ما رأيك أولا في هذا التقرير وثانيا كيف تتعامل الجزائر من خلال الدستور دستورها مع الحريات الدينية بسم الله الرحمن الرحيم نعم كما تفضلت هذا النوع من البيانات الذي يصدر عن الخارجة الأمريكية ليس بالجديد وجاء في سياق أعتقد أستاذ قدر جاء في سياق حملة تشنها الشروطات الأمريكية بدءا من أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي والمعروف بعدائه في الجزائر ووصولا إلى تقرير وزير كاتب الدولة للشؤون الخارجية هذا الذي يضع الجزائر على قائمة المراقبة يعني وضع الجزائر تحت المراقبة يعني وضع الجزائر تحت أهتمام يعني هذا الشيء حسب القوانين الأمريكية حسب الأعراف السياسية الأمريكية يعطي السلطة للسلطات الأمريكية لحد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحافظ على مجدها الذي عرفته في السنوات الأخيرة والذي بدأ ينحد مع ملامح الحرب الروسية الأوكرانية يعني أمريكا ما زالت تخول لنفسها حق الرقابة على سيادة كثير من الدول تعمد هذا التقرير الإشارة إلى أن الدولة الجزائرية تمارش انتهاكات جسيمة للحرية الدنيا والسؤال مطرح أستاذ قادر لماذا لم يتضمن تقرير الخارجية الأمريكية تضمين الكيان الإسرائيلي بسلسلة الاختراقات لحقوق الإنسان والجرائم وخرق حتى لحق شعب الفرسي في ممارسة حق العبادة في المسجد الأقصى وحرمان الشعب الفلسطيني من حتى أداء الصلاة في المسجد الأقصى لماذا لم يتضمن هذا التقرير الكيان الصهيوني ثم لماذا لم يتضمن هذا التقرير دول أوروبية كفرنسا والسويد فرنسا التي منعت الحجاب في الأماكن العمومية وفي المدابة فرنسا التي منعت البوركيني على أساس أنه لباس له سلة بإحدى الديانات وهي الدين الإسلامي فرنسا التي لم تمنع اسمح لي بالعبارة الحجاب على الراهبات في الكنائس اللباس لتلبسوا الراهبات في الكنائس يشبه لحد بعيد الحجاب الإسلامي إذا كان فرنسا تدعي وبعض الدول الأوروبية تسن قوانين لمنع كل ما له سلة بالمظهر الديني فإن اللباس الذي ترتديه الراهبات في الكنائس وتسير به في الشوارع وتدخل به للأماكن العمومية مش غير الكنائس تدخل به الجامعات والمؤسسة لماذا لا تمنع فرنسا هؤلاء مثل ما تمنع المسلمات من ارتداء الحجاب والدخول إذا تلاحظ معي أن سياسة الكيل بميكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنصب نفسها وأنها رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان وهي أول دولة تخرق حقوق الإنسان وأعطيك الدليل العديد المئات من الأسرى والمسلمين وضعوا في سيجن قوانطانامو بدون محاكمة لماذا لا تصنف أمريكا نفسها في هذه القائمة؟ طيب في الدستور الجزائري كالمادة 36 تقول حرية العقيدة والرأي مضمونة المدة 29 كل المواطني سواسية أمام القانون لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد العرق الجنس الرأي أو أي شرط من أي طرف آخر مدة 42 حرية ممارسة شعائر الدينية مضمونة في ظل احترام القانون وهذا بالنسبة إلى مواد الدستور أستاذ بيطان بالنسبة إلى القانون الذي تستند إليه الولايات المتحدة هو قانون الحرية الدينية الدولية لعام 98 وهذه الدول التي تسميها قد تتعرض إلى عقوبات بموجب هذا القانون هنا رأينا في حالة تعارض ما بين دستير الدول وما بين القانون القوانين الدولية أليس كذلك؟ نعم هذا القانون 98 الذي يضمن قانون الحرية الدينية الدولي الذي يسمح بكل حرية التدين وحرية ممارسة العبادة أسمح لأستاذ قاداكي ترجع الدستور الجديد يعني التعديد تعنوهومبر 2020 رح المادة 51 المادة 51 صحيح الفقراثين حرية ممارسة العبادات مضمونة هذا المصطلح لزادوا التعديد الجديد مضمونة وتمارس في إطار إحترام القانون هذا هو الشق ثاني الذي لا تنتبه له الخارجية الأمريكية نحن لما في بعض الحالات كانت وين سلطة القضايا الجزارية والأمنية فتحت ملفات ضد الجماعة هذه لإنتاجوا هذا النهجة الأحمدية لأنهم لم يحترموا القوانين الجزائرية ولا سيما قانون إنشاء الجمعية في 2012 صحيح إنشاء أي جمعية وممارسة ناشات تحت لواء جمعية يخلع للقانون الجزائري قانون الجمعي لازمك تحصل على رخصة من وزارة الداخلية هذا شيء لم يحدث منع السلطات الأمنية الجزائرية والقضائية الجزائرية لبعض الأشخاص في منطقة إخواننا القبائل لممارسة طقوس تعل ديانة المسيحية بدون ترخيص هذا يدخل في إطار احترام قوانين الجمهورية عندنا أماكن تعل عبادة تعل ممارسة المسيحية موجود في المدية موجود عندنا في باتنا بل والدولة الجزائرية تحرس وضع رجال أمن أمام هذا المكان تعل عبادة تعل مسيحيين وطبع أن أماكن العبادة المرخصة هي التي يكفلها القانون والدستور وليس تلك التي تفتح في فيلات بشكل سري أو مستودعات أو محلات يعني لا يعلمها أحد لا يعلمها أحد يتم الاحتفال فيها بطريقة غريبة نعم ولا حتى الأشخاص الذين يشرفون عليها وما هي نشاطات التي يقومون بها بالدخل فضروري هذا موجود في كل دول العالم شيء غير في الجزائر طيب كالنقطة ألا تلاحظ معي أيضا أستاذ بيطان بأن الاتهامة تتكرار بشكل آلي يعني نفس الملاحظات هذه موجودة منذ 2015 تصور يعني حتى حاجة متبدلت وكأن البيان الأمريكي يعيد اشترار نفس الملاحظات والخارجية الجزائرية هي حتى الألم ترد رسميا على هذا البيان ولكن دائما نفس الرد أنت تكلمت قبيت شوية بالدرجة بش المواطن البسيط ومتتبعي قناة الشروق يفهمون أن تكلموا شوية بالدرجة المرة هذه الخارجية الأمريكية زودتها شوية خرجت للعيد صحة صحة هكذا بشي فهمنا المواطن البسيط أما وزير الخارجية يدير بيان كما هذا يتكلم على أمر كما هذا السؤال يمتروحوا أستاذ قدر لماذا في هذا التوقيت بالذات ولماذا في هذا الظرف بالذات صحيح لماذا الجزائر أقلعت أقلعت سياسيين أقلعت اقتصاديين أقلعت اجتماعيين وخاصة ديبلوماسيين والكلمة اللي قالها الرئيس تبون في أحد الخطابات تعو ما عجبتش لكثير من الدول لما قالهم الندو بالندي الندو بالندي وله موجة التطبيع يعني عندما يقول التقرير نظرة الجزائريين إلى اليهود اليهود والسامية نعم الجزائر بقت وحدها وحدها ترفض التطبيع ترفضت بل أن الرئيس تبون غادر قمة المناخ في القاهرة بمجرد وجود الرئيس الإسرائيلي إذنما أرفض يكمل أخر المراصم وجام روح هذا موقف تعدول الجزائر موقف ثابت هذا لا يعجب أمريكا ولا يعجب فرنسا بإعاز من الصهاينة موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية مؤخرا في القمة العربية الجزائر تبنت الإجراء أنتاع السعي لتحصيل دولة فلسطين لمقعد دائم في منظمة الأمم المتحدة وليس كملاحظ هذا لا يعجب الكيان الإسرائيلي هذا ما لا يعجب لا الكيان الصليوني ولا حلفاء لا كيان إسرائيلي ولا الضائرين في الفلك تعونينها الولايات والتحدة الأمريكية إذن هذه البيانات هذه جات توقيد ما جاتش أعطيه بعضا رابط الجزائر في الانضمام إلى منظمة بريكس وانتعارفش كل يراه في البريكس صحيح أشد الأعداء اللي ممش ماشين في النهجة أمريكا روسيا والصين الجزائر عندها موقف سيادي وتحتفظ بنفس العلاقات مع كل الدول موقف الجزائر من الحرب الضائرة في روسيا وأوكرانيا ومواصلة الجزائر اقتناح الأسلحة من روسيا كل المسائل مرتبطة ببعضها البعض مرتبطة ببعضها نعم وأنت عشرت إلى عضو الكونغرس الذي تحرش بالجزائر سياسيا وهذا البيان ما هو إلا شكل من أشكال التحرش حرقة أخرى الديني هذه المرة وقد نشهد غدا حلقات أخرى ضمن هذا المسلسل الطويل يعني تك صحة أستاذ نجيب بيطان المحامي والخبير القانوني كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لا فشيدي الدول التي تتمسك بهويتها وتراثها لا خوف عليها الدول التي تتنازل عليكم أن تتابعوا أن التنازل يبدأ بنقطة ثم يبدأ المسلسل لا يتوقف إيران اليوم المدعي العام الإيراني حل شرطة الأخلاق مثلا طبعا النظام الإيراني يريد أن يقدم شهادة حسن سوليوك على أنه يتغير ولكن الغرب لن يتوقف إلا إذا نهار هذا النظام لإيراني فالمسألة أنه عندما تخضع فإنك تتنازل صحيح أخطائك ما نقولوش أنا نعود نقول بأنه يجب فتح المجال في الحريات أكتر ولكن بنقاش وطني وليس بإملاءات خارجية إلى موضوع السيارات وصناعة السيارات يبدو بأن الحكومة منشغلة جدا بهذا الملف بدليل أنها لا تتردد في إنشاء الكثير من الليجان واتخاذ البزيد من الإجراءات والضمانات حتى لا يتكرر أخطاء لا تتكرر أخطاء الماضي وفضائح الماضي نفخ العجلات تذكرون نفخ العجلات ما تزال هناك حتى الآن قصص هذه الفضائح تتردد عبر أروقة المحاكم البعض فوصلة فيها والبعض لا فوزارة الصناعة والجهات المسؤولة والوصية قامت بإنشاء اللجنة الوطنية الاستراتيجية لفرع السيارات وهذه اللجنة وضعت ميثاقا سيعرض على المتعاملين الناشطين في القطاع لتوقيع عليه بداية من الأربعاء المقبل حسب ما جاء في مقال لجريدة الشروق اليومي واش وظيفة هذه اللجنة الوطنية ما هي وظيفتها تتابع المشروع منذ أن يكون مجرد دراسة إلى غاية خروج أول مركبة من المصنع من البداية حتى النهاية مع متابعة حتيثة لقطع لسوقي قطع الغيار والسيارات المستعملة يعني كل شيء سيكون تحت المجهر تحت مجهر الجهات الوصية سواء وزارة الصناع أو غيرها حتى لا تتكرر الفضائح وتتابعون أن هذا الملف ملف تصنيع أو استيراد السيارات يتم اتخاذ القرارات فيه بيد تخيلة قد تزعج المواطن أحيانا الذي يريد لهذه السوق أن تعود مجددا وتنفتح ولكنها من وجهة نظر الحكومة أو الوصاية هذا التأخر مطلوب وهذا التأني بالأحرى التأني مطلوب لأنه مثل ما يقولوا يعني في التأني السلامة وفي العجل الندى هذا أفضل مثال عن ملف السيارات الآن وكيف يتم التعامل معه قلت أن هذا المقال صدر في الشروق اليومي لأزميلة إيمان كيموش وهي معي عبر الهاتف إيمان كيموش الصحفية بجريدة الشروق إيمان مساء الخير مرحبا بك سلام عليكم مساء الخير زميلة قادة ولكل المشاهدين قناة شروق نيوز طيب إيمان ما هي هذه اللجنة الوطنية الاستراتيجية لفرع السيارات ما هي وظيفتها وما هي أهدافها أيضا نعم كما قلت زميلة قادة هي لجنة وطنية استراتيجية لشهدات السيارات تأثث بتاريخ 28 نوفمبر المنصر على مستوزات صناعة بالجزائر العاصمة هذا بحضور متعاملين فعالين في القطاع وممثلين وزارة الصناعة حيث أنه يفترض أن تلعب دور توجيهي للمصنعين في المرحلة المقبلة وكما قلت أنت في شرح ديالك تعين دورة حياة السيارة منذ مرحلة الدراسات الأولية إلى غاية شرع في التسويق يعني ترافق صناعة السيارة منذ أن يكون المشروع مجرد دراسة أو فكرة إلى غاية خروج سيارة من المصنع حتى خدمتنا بعد البيض حتى أنها تضع تحت مجهر مراقبتها السيارات المستعملة سوق سيارات المستعملة أفواً هذه اللجنة لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي لحد الساعة هناك فقط اجتماع تم تنظيمه على مستوى وزارة الصناعة طبق 15 بالتاريخ 28 نوفمبر المنصر ومثق مع علمته شروق ونشرته جيدة شروق اليوم بعدها تم إرسال مشروع ميثاق التعهد للمتعاملين الحاضرين للإطراء والمناقشة والتنقح ويفترض أن تكون نسخة نهائية للميثاق جاهزة لوقعها رؤساء المؤسسات الحاضرة أو العضوة بداية من الأربعاء المقبل دور اللجنة هو مرافقة المتعاملين من حيث توجيه تأطير تنسيق تبدو الأفكار إزالة كل العراقل والصعوبات التي يمكن أن يستضموا بها تقدم توضيحات بخصوص الإدماج تطوير نسبة الإدماج بشكل تدريجي بخصوص وضعية السيارات المناولة التموين بقطع الغاية وأيضا التصدير خلال المرحلة المقبلة بحكم أنه دفتشوط تصنيع جديد يفترض على المتعامل أنه يشرح التصدير بعد خمس سنوات من نشاط هذه اللجنة هترافقوا وتسهلوا هذه الأمور يعني أنها تتابع جميع مراحل حياة السيارة تلافق المستمع خلال مختلف المراحل طيب هي مفتوحة للجميع إيمان أم أنها فقط للمتعاملين الذين يتم اختياره هي للمتعاملين مهتمين بقطع السيارات حتى أنها ليست فقط للمصنعين هي لمصنع قطع الغاية للمناولين يكون فيها أيضا مراكز تكوين مهني هيئات بحث حسب المشروع الذي طلعنا عليه ورقود لحد الساعة لم يتم ترصيمه يعني يحضر فيها جميع الفاعلون في قطع تصنيع السيارات ليس فقط المتعاملين وفي آخر الملتاق كتبوا أنه الدعوة عامة لجميع الفضو ولجميع من يريد أن ينتمي إليه يعني ينضع إليه طيب الهدف الأساسي هو التفاصيل التي ذكرتها مهمة وأكيد أن الميثاق مهم ولكن الهدف الأساسي ربما من الجهات الوصية إيمان هو عدم الوقوع في الأخطاء الماضية أو الفضائح الماضية ليس كذلك نعم هو تحقيق صناعة حقيقية لسيارات وفق أسو الصلبة ومعايير عالمية مع عدم تكرار أخطاء الماضي أخطاء الماضي يعني بين قوسين مصانع نسخ العجلات حيث أنه في الميثاق في البداية ديالو هناك تأكيد واعتراف على أن طيب الخمسة عشر سنة الأخيرة كانت هناك محاولة إقامة سيارة حقيقية لسيارات في الجزائر لكنها لم تنجح وهذه المرة حسب ما كتب في ديباجة هذا الميثاق أنه الوضع سيكون مختلف والجهود ستبدل بقوة لبلوغ نتائج الموصى المرضية اقتصاديا من السلوطات ومرضية أيضا المواطن الذي انتظر الكثير ويعوين اليوم بقوة على مكبة جزائرية يعني يحلم بثمعة مكبة جزائرية صحيح هذه اللجنة أخيرا هي بين المتعاملين والوصاية وتتابع ما عندهاش علاقة يعني بالأسعار أو من يتم اختيارهم في المتعاملين لحد السعالم أصد أي كلمة بخصوص الأسعار وبخصوص لكن يعني وظيفتها الآن فقط هي في المتابعة نعم متابعة ومراقبة وإعطاء شروحات نعم التسويق أعتقد أن التسويق يتعلق أيضا بالأسعار من المفروض وهي محل المراجعة اليوم والمتعاملين هما يكتبوا المقترحات ديالهم وتنقاحات ديالهم ويرسلوها للوزارة شكرا لك إيمان كيموش الصحفية زميلتنا بجريدة شرق اليوم شكرا إيمان على هذه المعلومات شكرا لكم هكذا طيبة اعتراف أنه هذه اللجنة مشروع ميتاق اللجنة يقول رغم الجهود التي بذلت على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية لم تنجح الجزائر لم تنجح الجزائر هذا اعتراف في بلورة صناعة حقيقية للسيارات حتى كصناعة ناشئة يعني لم تنجح يعني فشلنا فهذه اللجنة الوطنية الاستراتيجية لفرع السيارات الهدف منها هو عدم الوقوع في الماضي الأسود نفخ العجلات التي كانت في الخمسة سنة الماضية والتي ضيعت علينا الملايير بدون فائدة قبل الفاصل خبر حزين اليوم توفي الدكتور سعيد شيبان الوزير الأسبق للشؤون الدينية في الجزائر عن عمر ناهزة سبعة وتسعين سنة الراحل من موليد 2 أفريل 1925 في قرية الشرفة بولاية البويرة حيث ستكون الجنزة أيضا غدا هو طبيب متخصص في طب العيون وسياسي ناضلة في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب الجزائري عبد الرحمن أو عدرا سعيد شيبان هو شقيق عبد الرحمن شيبان العلامة الكبير الشيخ الراحل عبد الرحمن شيبان وتولى وزارة الشؤون الدينية في حكومة مولود حمروش في الفترة ما بين سبتمبر 89 وجوان 91 فترة صعبة وكلدي حتى برنامج على قناة القرآن الكريم أو على قناة كنالا الجيري باللغة الفرنسية بعنوان نور القرآن والسنة رحم الله الدكتور سعيد شيبان الدكتور والمجاهد وحتى كانت هناك تعزية من طرف رئيس الجمهورية لعائلة الفقيد تعزية رئيس الجمهورية تلقيت ببالغ التأثر والأسان بقوافة الدكتور المرحوم المجاهد سعيد شيبان وأستحضر معكم في هذا الابتلاء نضال الفقيد في الحركة الوطنية منذ أن انتم مبكرا إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب ومكارمه التي استحق بها أستاذا وطبيبا ووزيرا التقدير والإحترام أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيا المولى عز وجل أن يلهمكم الصبر والثبات ويسكن الفقيد جنة الرضوان عظم الله وأجركم وأحسن عزائكم إن لله وإن إليه رجعون هذه تعزية رئيس الجمهورية لعائلة شيبان إثر فقدان الدكتور والمجاهد سعيد شيبان رحمه الله تعزينا للعائلة وللجزائر وإن لله وإن إليه رجعون إلى فاصل ثم نعود مشاهدنا مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء في كلام مباشر تقرير اقتصادي صدر عن البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية نشرته اليوم يومية الخبر يقول بأن التحويلات إلى البلدان منخفضت ومتوسطة الدخل زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار يعني تحويلات الأموال التي يقوم بها المواطنون إلى بلدانهم ما يهمنا نحن هو الجزائر كشفت تقديرات الهيئة الدولية عن تحويلات من الجزائرين بلغت نحو 1.8 مليار دولار سنة 2022 مقابل 1.7 مليار دولار في 2021 يعني ارتفعت قيمة التحويلات الخاصة بالجزائريين ما بين 2021 و2022 بنحو 70 مليون دولار وبنسبة نمو تقدر ب 3.82 بالمئة يعتبر رقم جيد 1.8 مليار دولار ولكنه ما يزال ضعيفا بالمقارنة مع دول أخرى دول أخرى مثلا مثلا عندنا في بلدان المغرب العربي وحتى في مصر كين أرقاب سأثر عليها الآن فيما يتعلق بالتحويلات المهم قبل هذه التحويلات وأرقام يرتقب أيضا كين نقطة مهمة أن الجالية في الخارج تشترط البنوك في الخارج ويرتقب الإعلان عن فتح ثلاثة فروع لبنوك جزائرية بالخارج قبل نهاية السنة هذا تم الكشف عنها رسميا في السابق وهذه الفروع في فرنسا موريطانيا والسينيغال وسيمثل هذه البنوك البنك الخارجي الجزائري القرد الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية فكيف نفسر ارتفاع التحويلات الخارجية بالنسبة للجزائريين وأيضا إلى أي مدى يمكن أن يساهم إنشاء بنوك قبل نهاية السنة في زيادة هذه الأرقام وهذه التحويلات معي عبر خدمة سكايب الأستاذ سعيد بن رقيا وهو رئيس الاتحاد العام للجزائريين في المهجر سيد برقيا مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا السلام عليكم مرحبا بك ومشكر الأستاذ قاعدة على هذه الاستفاة الطيبة ومن خلال ما نبركم وحيي كل جاليتنا من خارج وكل مشاهدين داخل الوطن مرحبا بك يعني التحويلات ارتفعت ما بين السنة الماضية وهذه السنة قبل نهايتها بنحو 70 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار رقم جيد وارتفاع ملحوض ولكن ما يزال البعض يقول لأنه منخفض مقارنة بالآخرين ما رأيك؟ وما دعني أقول أستاذ قادة مسألة التحويلات ومسألة استقطاب العملة الصعبة لجاليتنا التي احتبرناها وفي عدة منابر وتكلمنا دولة خارج دولة وبالتالي الأرقان متداولة حاليا 1.8 ما زلت أراها ضعيفة جدا جدا صحيح جدا لأن الجزائر بحجم يعني ربما نتكلم على من أكبر الجاليات موجودة الآن في المهجر مقارنة بالجاليات الأخرى يعني الإمكانيات الموجودة ولكن الأرقام كما قلت ضعيفة مقارنة بدول أخرى نتكلم على هذا المثال مصر مثلا 32 مليار دولار نعم نتكلم مثلا بالأرقام نتكلم على على حجم التبادلات في العالم للجاليات في العالم من وسط إلى 548 مليار دولار نتكلم على أرقام لا الآن 611 مباشرة الأجنبية صحيح وهذه الأرقام نحن نمثل سيف فاصل 30 فقط بالمئة من حجم هذه التحويلات بنسبة نتكلم على تحويلات وصلت إلى 61 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرتها يعني الدولة مصر جالية مصر استطاعت في السنة الماضية أن تحول ما يقارب 31 مليار دولار رح فقط إلى جارتنا الشرقية تونس لربما جاليتها تقدر بالأصابع مقارنة بجاليتنا لحقت 2.2 مليار دولار الأردن كذلك جالية ضعيفة جدا مقارنة بجاليتنا لحقت إلى 3.6 مليار دولار وبالتالي وهي مرتبة السابعة نحن نحتل مرتبة السابعة كما قلت في حجم التحويلات في الوقت يمكننا أن نتصدر نحن الجزائر ونحن جاليتنا المرتبة الأولى طيب ما هي الأسباب ما هي الأسباب والله الأسباب متعددة أولا نحن شرحنا الأمر وشرحنا الضائرة وتكلمنا على من أجل يعني حل هذا الإشكال العويس يمكن أولا أن تكون هناك مراجعة مراجعة للنظام الصرفي في الجزائر هناك نحن متأخرون جدا لا يمكن أن نستقطب ربما عملة صعبة وفي الجزائر هناك دولتين اقتصاديتين دولة موازية يقدر حجم المالي فيها 90 مليار دولار نتكلم على سوق سكوار ربما الجزائر مؤخرا فتحت السواق الرسمية ولكن هذا المشروع فشل لأنه لا يمكن للجالية ولأي شخص ممكن أن يذهب إلى استعمال هذه المصارف وهو يعلم جيدا بأن سوق الموازية يمكن أن يربح أموالا يعني مضاعفة ثانيا المشكلة فتح البنوك نحن تكلمنا منذ عقب من الزمن على ضرورة فتح البنوك عمومية لأنه لا يمكن لدول مثل فرنسا وبعض دول الخريج وهذا أن تفتح البنوك في الجزائر والجزائر لا تعمل بالمثل لا بد من فتح البنوك في المهجر وخاصة أين تتواجد جاليتنا فتح فقط البنوك عمومية في دول المهجر يمكن أن تغير معادلة لأضعاف مضاعفة أنا يمكن أن أتكلم عن رقم يعني يعني أولي يعني يصل إلى أربعين مليار دولار سنويا إذا ما تمكننا فعلا بتجسيد فقط هذا الأمر فتح البنوك يعني في المهجر لأنه عن طريق فتح البنوك في المهجر يمكن استخدام عملة يعني العملة الصعبة عن طريق أولا تحويلات المباشرة لأن الجالية تضع أموالها في الخارج ويدخل إلى جزائر وتأخذها يعني كما هي وكذلك يمكن أن تأخذها خارج الوطن أو داخل الوطن ثانيا يمكن عن طريق فتح كما يعرف بالولوج إلى السوق الوطنية هناك سوق وطنية عن طريق منصات الإلكترونية كذلك يمكن أن استخدام العملة الصعبة في هذا الطريق ثالثا يمكن كذلك ربما في إطار العقار فقط لو استثمارت البنوك تم تتسيد البنوك الأجنبية جزائرية العمومية في المهجر وفتحنا فقط أمخود ويتع العقار السكنات فقط يمكن أن استقطب الملايير من الدولارات تأكد أخي قادة فقط إذا أخرنا فرنسا أو إسبانيا أن يجد عدد كبير وتقريبا نتكلم على خمس ملايين أرقام ربما رسمية أو غير رسمية غير رسمية لكل ربما تفوق في فرنسا وحدها نعم فرنسا وحدها خمس ملايين أو أكتر لو فقط البنوك التي يتهم فتحوها يعني تحتمد المصرفية الإسلامية وأكيد لك من هذا المنبر وأنا متأكد مما أقول أنه في مسألة العقال لأن الكراء موجود الآن في المهجر خمسين بالمئة من جاليتنا تحتمد الكراء على الشراء لأن الشراء يمر عن طريق البنوك الرباوية لو استقطبت فقط كامخودوي دير البنوك هذه وتبيع فقط السكنات الجالية سواء سكنات في المهجر أو سكانت في الجزائر هناك يمكن فتح سيغة ليلة سبي وغير ترقية وتبيع سكنات نتكلم على مليون سكن يمكن أن تبيع في جزائر بمعدل 30 ألف إلى 40 ألف لكل فرد وقوم بعمل حسابية ملايير صحيح أموال لخمة سيد سعيد يمكن اعتبار الخطوة التي تم الإعلان عنها في فتح ثلاث فروع لبنوك جزائرية مبدعيا في فرنسا موريطانيا السينيغال هل تعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح ماذا يلزم بعدها نعم هي خطوة جيدة متأخرة جميلة ولكن متأخرة نرجو معليش متأخرة المهم أن تصل أفضل من أن لا تصل أبدا نعم والله استثمار خارج المحروقات أن تفتح بنك عمومي في إطار الاتفاقيات هذا ليس مستحيلا في إطار اتفاقيات تفتح بنك عمومي يعني يمكن من خلاله أن تفتح بوابة ربما شاسعة واسعة للاستثمار للاستثمار الحقيقي ما يحدث في دول أخرى هناك نظام مصري فيه نتكلم على لا توجد هناك يعني في إفريقيا مثلا لا توجد سكوار في إفريقيا لحقة تحويلات المالية إلى 44 مليار دولار يعني تقريبا رهي رهي أكثر من يعني وحده استيمليان نتكلم على شمال إفريقيا ويعني والدول شمال إفريقيا وشارك الأوسط إذن هناك تحويلات قانونية سواء عن طريق البونغ مباشرة أو عن طريق المؤسسات الخاصة كويسترينيون وغير ذلك من المؤسسات أين تحول الأموال مباشرة ويأخذها المتلقي في البلد يعني الأصل يعني بالدينار ولكن هناك سوق سوق نظامية ما يمكنش أنه الإنسان في الجزائر مثلا هناك سوق موازية تقدر بـ 90 مليار دولار وبغير المهاجر يدخل الجزائر ويعني ويحول الأموال إلى السوق النظامية أولا هذا المبلغ الباهظ الموجود الآن في جزائر يعني نتكلم على السوق الموازية 90 مليار دولار 70 و800 كلها من مداخير يعني من مسامة الجالية بطرق قانونية إذن لماذا نستقبل 90 مليار دولار هذه عن طريق ربما قانونية لأن الجالية مثلا لو وجدت لم تجد طريقين سوف تأخذ طريق مجبرة لمخيرة يعني تفرل جزائر منطقها في النظام مصري فيه الجزائر يحول أمواله من البرك إلى البانك أو يدخل في يده أموال ومجبر أن يذهب إلى مؤسسة نظامية ويصرف أمواله وإلا سوف يقعد بالجوع مقطع للسطر هذه كلها عقبات يجب النظر إليها تصحيح النظام المصرفي وأن يكون هناك متابعة لهذه الفروع التي تفتح والأكيد مثل ما قال ضيفنا سيد سعيد بن رقية فإن الارتفاع الطفيف الذي شهدته التحويلات سيكون أضعافا في حالة الالتزام بهذه الحلول شكرا لك سيد سعيد بن رقية رئيس الاتحاد العام للجزائرين في المهجر على هذه المدخلة يعني وعليكم السلام شكرا لك وتحياتنا إلى كل الجالية في الخارج إلى المونديال كلام المونديال يواصل منتخب فرنسا حاملات الدفاع عن لقبه فاز قبل قليل قبل ما ندخل إلى البرنامج شفنا أنه فاز على بولندا بثولاثية لهدف ليتأهل الديوك لدور الثمانية أوليفي جيرو أصبح هو الهدف التاريخي أظن كان اللقب عند تيري عونري وهو الذي سجل جيرو مع كيليان بابي تنائية وروبرت ليفادانفسكي سجل هدف بولندا الوحيد من ركلة جزاء الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون قلنا لكم فيها بوليتيك فيها بوليتيك فيها سياسة كانت توقع فوز فرنسا على بولندا وبنتيجة ثلاثة واحد يعني توقع النتيجة ماكرون يبدو بأنه لديه مواهب معرفة النتائج والتنبؤ المهم أن فرنسا فازت البارح الأرجنتين فازت أيضا هولندا يبدو بأننا ماضون إلى المنطق إن شاء الله برك لا يحترم المنطق بعد قليل بعد المباراة والسينيقال تتفوق على إنجلترا يعني سينكسر المنطق وأساسيات كرة القدم مباشرة في لقاء السينيقال مع إنجلترا بعد البرنامج مباشرة ما زال البرنامج منتهاش وما زال مباراة ما بدتش يعني بقو معنا شوية في الأخبار لدينا أيضا بولي أسطورة كرة القدم يبدو بأنه دخل في مرحلة خطيرة من أزمته الصحية ورغم ذلك تم كتابة رسالة على لسانه في أنستجرام يقول فيها أصدقائي أريد الحفاظ على هدوء وإيجابية الجميع أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجك المعتاد أود شكر الفريق الطبي والتمريدي لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب أتلقاها من جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة وكذلك مشاهدة البرازيل في كأس العالم شكرا جزيلا على كل شيء هذه رسالة بولي هذه الصورة أيضا جميلة بولي مع أسطورتين بولي مع مارادونا مارادونا طبعا غادر ولكن بولي يعاني هذه في الدوحة إكراما وتكريما لبولي وتضامنا مع صورته في الدوحة ومعنا ومعنا عبر السكايب زميلي وصحف الرياضي بجريدة شرق اليومي توفيق بوفر توفيق مساء الخير مرحبا بك مساء الخير الأخ دار مساء الخير لك ولكم المتابعين طيب توفيق يبدو بأن المنطقة حتورم يعني الديوك الفرنسية فازت بنتيجة 3 واحد وبدون عناء يعني مروا إلى الدور المقبل أليس كذلك؟ نعم أعتقد بأنه لحد الآن بعد مرور ثلث مباريات عن بداية الدور ثمن النهائي لكأس العالم في قطر 2022 لاحظنا بأنه لحد الآن لا يتوجد أي مفاجآت مثل ما كان عليه الحال في الدور الأول أين شهدنا نتائج غريبة بمنطقة القدم لكن القدم لا تعرف المنطق في الأساس وهذا عن طريق فوز عديد من المنتخبات المحسوب على أنها منتخبات أقل قوة على منتخبات كبيرة ومعروفة على غرار المنتخب الكاميروني والسعودي والياباني الذين فازوا على منتخبات عريقة وكبيرة ومرشحة للفوز بنهائية كأس العالم في هذه النسخة الآن والأمور اختلفت نوعا ما دخلنا مرحلة الجد المفاجآت أصبحت أقل حدة وشهدنا عبور منطقي لمنتخبات كبيرة على غرار المنتخب الأرجنتيني الذي تمكن من التواجد في الضغور الربع النهائي وتنتظره مباراة قوية جدا إن شاء الله أمام المنتخب الولندي الذي أيضا هو الآخر ضمنا مكان له بعد فوز على الولايات المتحدة الأمريكية واليوم شاهدنا المنتخب الفرنسي فاز اليوم أيضا على حساب على حساب المنتخب تذكرني البولندي البولندي وفاز عليه بثلاثية والملاحظة أن المنتخب الفرنسي وجد في بداية المباراة صعوبة في ماما منتخب البولندي الذي فجأه نوعا ما بطريقة هجومية لم يكن يتوقعها والمتخب البولندي ضيع حوالي فرصتين إلى ثلاثة فرص واضحة من أجل التسجيل لكن سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها وكتيبة الفرنسي دي ديشون تمكنت من السيطرة بالطول والعرض على هذه المباراة يعني المنتك تم احترامه في هذه المباراة مثل البارح الواقعية الهولندية الطواحين فازوا بواقعية والأرجنتين أيضا فازوا رغم كل ما حاول أو حاولت أستراليا أن تفعله من متاعب أن تحدثه من متاعب للطانجو ولكن الأرجنتين فازوا بما أن نحكينا على الأرجنتين ميسي البارح أيضا كان مباراة الألف توفيق ميسي أسطورة أنا شفت تقرير في القنوات الإخبارية العالمية قبل مباراة الأرجنتين قالوا ذهبوا إلى الأماكن الأحياء الشعبية التي كان فيها ميسي يعني هناك جيل ولد معه حتى اللاعبين الذين يلعبون معه الآن كابروا مع اسم ميسي وتاريخه مثل ما هو بولي بالنسبة إلى البرازيل وإلى كرة القدم ككل نعم ميسي أسطورة قرة القدم الأرجنتينية هذا بدون شك بالنظر إلى المشوار الكبير الذي أداه لعب ألف مباراة في مشواره القراوي ساهم وسجل في حوالي أكثر من 700 وشارك في أكثر من 700 هدف ميسي أسطورة حية لديه مونديال الأخير يعيشه هو في الدوحة القطرية الآن ونلمس بأن ميسي هذه المرة مغاير جدا عن المرات السابقة لديه رغبة كبيرة في أن يختتم مشواره باللقب الوحيد غير موجود في سيرته الكوروية لحد الآن توجه بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية سواء برشلونة أو باريس سانجيرما وتوجه أيضا بلقب الكوبا أمريكا مؤخرا ولديه لقب الأولمبياد ينقصه فقط تلقب المونديال ليصبح أسطورة كبيرة ربما الأفضل في التاريخ في تاريخ الكورة الأرجنتينية رغم احترامنا الكبير للراحل ديغو أرماندو مارادونا الذي يبقى هو الآخر اسم كبير ويقولون بأن مارادونا سيبقى مارادونا مدام أن ميسي لم يفز بكأس العالم هي أساطير أساطير كرة القدم هذه ويصنعون التاريخ بهذه المباريات توفيق وعلى ذكر مارادونا نعود أن نروح إلى موضوع بيلي الذي دخل في مرحلة حارجة ولا يستجيب للعلاج الكيبياوي حسب التقارير الطبية لفت انتباه تصريح تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قال كان يجب أن أبدأ المؤتمر الصحفي عنه بيلي هو الشخص الوحيد الذي ارتجفت عند مصافحته شعل شاب العبارة تيتي اللي هو المدير الفني منتخب البرازيل قال هو الشخص الوحيد الذي ارتجفت عند مصافحته وبيلي يمثل كل معاني كرة القدم بنسبة لنا في البرازيل صحيح صحيح بيلي جوهر السوداء هو كرة القدم هو روح كرة القدم هو اللاعب متوج بتلت كؤوس عالم في حقبته هدف تاريخي للمنتخب البرازيلي الآن يمر بظروف صعبة جدا على حسب آخر الأخبار بأنه مصاب بمرض السرطان ولم يعود يستجيب للعلاج الكيبائي يعاني من التهاب رئوي أيضا بحسب الصحافة البرازيلية وهو الآن في مرحلة حارجة تم نقله إلى قسم خاص يقال بأنه قسم العناية التلطيفية من أجل تخفيف الألم التي يعاني منها أعتقد بأنه في سن 82 سنة بولي ربما يعيش آخر أيامه في هذه الحياة ورغم أن الأعمار بيد الله لكن بحسب التقارير وإن التقارير كلها غير متفائلة بصحة بولي التي تتضهور يوما بعد يوم وهناك أيضا داخل غرف تغيير الملابس بالنسبة للمنتخب البرازيلي هناك نوع من الإصرار والرغبة في أن يتوج بكأس هذا بكأس العالم وإهدائها إلى الجوهر بولي لا ندري إن كان سيحضر هذا الإنجاز أو لا لكن كما قال المدرب تيتي بأنه أسطورة كبيرة وبطبيعة الحال يمتل كل معاني كرة القدم طيب بما أننا نحكي على الأساطير أسطورة بأسطورة نحكي على كريستيانو رونالد وتوفيق هناك استفتاء غريب نشيره في الصحف البرتغالية طالب عدد من الجمهور البرتغالي باستبعاد كريستيانو رونالد من التشكيلة الأساسية للمنتخب في كأس العالم وحسب أبولا واسعة الانتشار صحيفة هناك قالت هل يجب أن يستمر رونالد في تشكيلة المنتخب البرتغالي 70% قالوا لا لا يجب أن يستمر ماذا يحدث لرونالد يعني بعدما كان منبودا في مونشستر يونايتد الآن في بيته في منتخب برتغال نعم صحيح الكريستيانو رونالد يعيش ظروفا صعبة نوعا ما في آخر ربما سنة أو سنتين في مشواره الكراوي لم يبقى هو أسطورة بطبيعة الحال في البرتغال وفي ريال مادريد وفي كل أنذية التي لعب لها لكنه الآن يمر بظروف صعبة جدا كما قلت الصحافة البرتغالية غير مقتنعة بتواجده في التشكيل الأساسية الأداء البدني لكريستيانو رونالد قل كثيرا وهو ما جعل ربما الجماهير تطالبه بإبقائه على ذكة البودلاء على الأقل وهذا شيء صعب جدا بالنسبة للاعب يوصف بأنه يعني متمرد نوعا ما ويعيش كان يعيش قبل أسبوع قليلة فقط مشاكل في نادي مونشستر يونايتد والآن هناك بعض الخلافات ربما الداخلية مع بعض أصدقائي في المنتخب على غرار على غرار زميله في مونشستر يونايتد برونو حيث كانت هناك خلافات بينهما في غرف تغيير الملابس وأيضا كان يوم أشارت بعض المصادر الصحفية أنه رونالدو قد رفع ضعوة قضائية ضد نادي جيفانتويس من أسل الحصول على تعويضات في قيمة 20 مليون دولار تقريبا وأيضا في الحقبة التي لعب فيها لنادي السيدة العجوز وهي مشكل أخرى أمام العدالة خارج ميادين كرة القدم بالنسبة لكريستيانو رونالدو الذي أعتقد بأنه قريب من اعتزال منتخب البرتغالي بعد نهائية كأس العالم حسنا وأن هذه النهائيات هي الأخيرة بنسبة إليه وهو متقدم في السن صحيح طيب الآن إسبانيا تستعد للمغرب بكثير من الحدر وقافي نجمها نجم وسط الميدان المنتخب الإسباني قال بأن المباراة صعبة هذا الثلاثة وفي تصريح لماركة الإسبانية قال أننا أن المواجهة صعبة ولست خائفا من قول رأيي أنني أعتقد بأن المغرب أفضل من كرواتيا وبلجيكا ما رأيك في هذا التصريح؟ والله صريح قافي هو ربما له وجهين الوجه الأول بأنه صحيح أن المباراة أمام منتخب المغربي لن تكون سهلة لأنه منتخب المغربي أبان عن استعداد جيد في هذه قياس العالم تأهل إلى الدور ثم للنهائي عن جدارة واستحقاق وأحرج منتخبات كبيرة والإيمال لا يحرج المنتخب الإسباني كل شيء ممكن في قرية القدم لكن ربما هو أيضا سياسة رمي الضغط في مرمى المنافس وأيضا ربما هي سياسة تنويمية بالنسبة للمغرب حتى يعني يعطي المزيد من الثقة الزائدة للعيبي الخصم لكن في هذا المستوى لا أعتقد بأنه مثل هذه الأمور تنطل على مدرب المنتخب المغربي أو لعيب المنتخب المغربي الذين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية المباراة صعبة حقيقة بين فريقين جارين أيضا يعرفان بعضهما جيدا و من كل شيء ممكن أنا أقول بأنه وإن كان على الورق المطادور الإسباني هو المفضل بالنسبة للكثير من المتتبعين لكن المنتخب المغربي أيضا يملك من الإمكانيات التي تؤهله ربما لتواجد أول مرة منتخب عربي في الدور الربع النهائي لمنذي صحيح صحيح طيب تمنيتنا بالتوفيق إلى العرب والمنتخب الإفريقي أيضا سينيغال بعد قليل سيكون في مواجهة إنجلتران نتمنى أن نشاهد منتخب السينيغال يصل إلى أدوار متقدمة أيضا في هذه البطولة شكرا لك توفيق بوفروم زميلي الصحافة الرياضي كنت معي عبر خدمة اسكايب معلقا على كواليس المونديال في هذا اليوم الجديد شكرا شكرا إلى اللقاء وشكرا لكم مشاهدين الأعزاء نلتقي غدا إن شاء الله هتمتم بخير ترجمة نانسي قنقر